بسم الله الرحمن الرحيم لا نفقهها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أحببت أن أنقل إليكم هذه التجربة عن عالم الطيور فتأملوا معي قام العلماء بتجربة مثيرة وهي عزل طير مغرد وحجبه عن أبويه في غرفة منعزلة تماما وكانت النتيجة أنه لم يتعلم التغريد بل أصبح له صوت غير محبب يشبه النعيق طبعا هذا الطائر جعله العلماء يتكاثر مع أنثى وأخذوا البيوض وجعلوها تفقس في مكان وجود الأب وكانت النتيجة أن الطيور الجديدة تعلمت صوت الأب وأصبح لها صوت نعيق يشبه صوت الأب إلى حد ما العلماء أخذوا الطيور الجديدة وجعلوها تتكاثر لمرتين وكانت المفاجأة أن الجيل الرابع من الطيور تعلم التغريد فما هو تفسير ذلك؟ طبعا التفسير العلمي أن غريزة التغريد موجودة مع الطيور وتخلق معها ويمكن أن تتعطل مؤقتا ولكنها سرعان ما تعود وتنشط وهذا أيضا يناقض التطور المزعوم سبحان الله يعني الله تعالى ماذا قال أيها الأحبة؟ على لسان سيدنا موسى عندما سأله فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحان الله يعني الله عز وجل هدى هذا الطائر لتعلم التغريد وتعلم الكلام وكيف يتواصل وكيف يتكاثر كل هذه العمليات الله وضعها في دماغ هذا الطائر كيف يتمكن الطائر من تعلم التغريد من دون أن يكون هناك من يغرد حوله؟ إنها قدرة الله عز وجل الذي أحكم هذه المخلوقات وجعلها آيات من حولنا عسى أن نعود لخالقنا وأن نتذكر وأن نشكر نعمة الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق